موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رددر دمشن توزن لهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن التحديث اللي نزل امس لردد طبعا نزل تحديث داخلي بسيط فنان ورهيب صراحة طبعا الروكستار بكل بساطة اضافوا شخصيتين جديدة من الوفلاين الى اونلاين رددر دمشن الى وهي سيدي ادلر وجيك ادلر وبلاك بيل زي ما تعرفون فتعالوا سويا نخش ونفصل في التحديث في الله نخش في المقطع طيب عشان يوضح لكم الامر موضوع سيدي ادلر في الاونلاين رح تكلم عنه في مقطع كامل خاص بيها ورح ينزل اليوم الساعة عشرة وربع ان شاء الله طيب مع التحديث البسيط اللي نزلنا امس روكستار وزعت العديد من الاشياء المجانية وهذه الاشياء المجانية هي حصريا لحقين البلايستيشن وحقين السوني فقط بالنسبة لحقين الاكس بوكس نفس هذه الاشياء رح تجيكم بعد شهر او شهر ونص تقريبا زي ما صار لكم في سلاح الهاي رولر ريفولفر والحصان العربي الاحمر نزل اولا لحقين السوني ولاحقا نزل لحقين الاكس بوكس طيب اول شي مجاني رح تاخذوه هو حصان مجاني والحصان هو البرلينو طبعا هذا الحصان من احصنة الحرب الرهيبة عشان تاخذو كل اللي عليك انك تتوجه للاصطبل بعدها رح تروح لباي هورسز بعدها للكلمة الرابعة وور بعدها رح تروح الى اخر خيار وبعدين رح تحصل الحصان المجاني في الخيار الثالث زي ما تشوفون طبعا هذا الحصان له مميزات وسلبيات اهم مميزاته انه الاستامنا والهيلث تقريبا الى النصف وزيادة يعني جدا جدا عالية وهذا تو وقت شريته يعني تو وقت شريته رح يكون بهذه الطاقات العالية طبعا رح يجيك بهذه الطاقات القوية جدا وهو باقي ما تطور فما بالك مع الوقت رح يطور وتطور وتطور فكيف رح يكون رح يكون وحش يدمر الطرقات ورح تكون طاقته جدا جدا عالية بالنسبة لحصان مجاني السلبية الوحيدة اللي فيه رح تكون السرعة والثبات نوعا ما قليلة ثلاثة شرطات فقط لكن الامر جدا جدا طبيعي لانه في الاول والاخير حصان حرب الشيء الثاني المجاني رح يكون سادل او سرج وعشان تاخذه كل اللي عليك انك تروح الى الاستبل من الاستبل رح تروح الى بعدها رح تروح عند الحصان الجديد تفغط عليه اكس بعدها رح تروح عند اول خيار اللي هو سادلز بعدها رح عند اللي هو اد سادلز بعدها اول خيار اللي هو بالينجر سادلز زي ما تشوفون ورح تحصلوا بلاش البلاش وما رح تدفع حتى سنت واحد صفر دولار وتقدر تختار اللون اللي تبغاه من العشرة الوان كاملة الشيء الثالث المجاني رح تكون شنط للاحصنة ورح تكون ايضا هذه الشنط مجانية اول شيء رح تخش على سادل باكز بعدها رح يكون عندك شنطتين الشنطة الاولى رح تكون الخيار الاول وهذه الشنطة صراحة فخمة ورح يكون عندك عشرة الوان منها تختار اللون اللي يعجبك الشنطة الثانية رح تكون الخيار الثاني او الابغريد سادل باكز وبرضو عندك عشرة الوان تقدر تختار منها اللون اللي يعجبك بالنسبة لأفضل وحدة ترى كلها زي بعض ما في شيء افضل من الثاني انت فقط اختار اللي يعجبك والشكل اللي يعجبك واللون اللي يعجبك بالنسبة لي انا صراحة اخترت الشنطة ابو جمجمة لانها صراحة لهبية طيب عشان تختار الحصان الجديد روح عند بعدها اختار الحصان الجديد وافغط مثلث بعدها اطلع من الستبل على طول رح تحصل الحصان معاك وبكذا مبروك عليك هذا الحصان اللهبي المجاني الشي الرابع المجاني اضافوا بعض الملابس المجانية اللي تقدر تاخذها بلاش بدون اي سنت ودولار اولا اضافوا قبعة الكولد ويل صراحة قبعة فخمة وتحسسك انك فعلا كابوي وفي العصر الكابوي طبعا متوفرة بثمانية الوان تقدر تختار اللون اللي يعجبك لكن خذ نصيحتي خذها كلها دا منها بلاش خذ الثمانية الوان من اول لون الى اول لون ما رح تخسر ولا حاجة ثمانية قبعات بثمانية الوان مختلفة ما حلوة ولا لا اي شي بلاش حلو ايضا في جاكيت مجاني الى وهو الفينلي جاكيت وراح يكون متوفر بعشرة الوان كاملة تقدر تختار منها اللون اللي يعجبك وايضا مرة اخرى خذ نصيحتي وخذ العشرة الوان كلها بلاش في بلاش شي لبس صراحة الجاكيت رهيب والتفاصيل والنكشات اللي عليه جدا جدا اسطورية تعطيه طابع فخم اللي بعده رح تكون زبرقة للجزمة وانتو بكرامة والمشهورة عند الكابوي برضو رح تكون متوفرة بعشرة الوان وتقدر تاخذ العشرة الوان كلها بلاش اختار منها اللي يعجبك الشي الخامس المجاني رح يكون بعض الايموتس والحركات اولا رح تروع عند محل الملابس وفي الكتالوج رح تحصل خيارين اختار خيار الايموتس او الخيار الثاني بعدها اضغط اكس على اي حركة من الحركات الموجودة عندك رح تظهر لك هذه القائمة من هذه القائمة اضغط مربع الان رح تظهر لك هذه القائمة وفيها اربعة خيارات خيار دراماتيك اكشن رح تكون فيها ايموت واحد مجاني الا وهو البوست وزي ما تشوفون يعني حركة رهيبة وفيها يأشر على نفسه حركة جدا جدا فخمة واحلم فيها انها بلاش بالنسبة للغريتينغز اند ريسبشن رح تكون فيها حركة واحدة الا وهي هذه الحركة زي ما تشوفون ويعني هذه تقدر تستخدمها لما تسلم على شخص وتحيي شخص معين حركة بلاش جدا رهيبة بالنسبة لخيار الاموشن اند ريسبشن ما فيها اي شي مجاني وايضا اخر خيار ما في له اي شي مجاني يعني عندنا حركتين وايموتين فقط الشي السادس المجاني والاخير رح يكون سلاح والسلاح رح يكون الاشينت تموهوك وتقدر تاخذه بلاش في بلاش من عند الفنس اي فنس تحصله رح تحصل عنده الاشينت تموهوك بلاش في بلاش طبعا شكله جدا جدا عادي لكن المميز فيه انه نادر جدا رح يجي فترة معينة وما رح يرجع ابدا طبعا الاشينت تموهوك في له شي رهيب جدا انك تقدر تستخدمه كسلاح تضرب فيه وتقتل فيه بيدك زي ما تشوفون تستخدمه بشكل مباشر يعني وايضا تقدر تستخدمه كسلاح يرمى من بعد زي ما تشوفون ايضا حصري لبلايستيشن روكستار اضافوا طورين جديدة لحقين البلايستيشن اولا واحد اسمه لاست ستاند وفيه بكل بساطة جميع اللاعبين يتقاتلون مع بعضهم البعض اخر واحد يعيش هو الفائز اذا مت ما رح ترجع يعني فكرتها اقرب لفكرة لاست مان ستاندنج المعروفة في بلاك اوبس الطور الثاني هو ميكت كاونت وهذا الطور موجود في الشو داون لكن روكستار حبت انها تطوره بشكل مختلف وتخليه بالايشنت توم هوك او السلاح الجديد وشرحه بكل بساطة رح تخش القيم ومعاك عدد معين من الايشنت توم هوك واخر واحد يفوز ويقتل جميع اللاعبين بالفؤوس رح يكون هو الفائز طيب روكستار وضحت نقطة جدا جدا مهمة ورح تفيدكم ورح تعجبكم في زيادة بنسبة 25% على ارباح المهمات الرئيسية والمهمات الجانبية واطوار الشو داون اذا كنت داخل عصابة يعني خش اي عصابة مع اصحابك كانوا او مع غرباء عشان تزيد ارباحك بنسبة 25% و25% ترى نوعا ما نسبة كبيرة ورح تفيدك نجي لموضوع السبايك الذهبية روكستار قالت العب مع اي عصابة في اي يوم من هذا الاسبوع عشان تاخذ خمسة سبايك ذهبية بلاش زي اللهب طيب عشان اوضح لكم الموضوع اذا تبغى الخمسة سبايك الذهبية كل اللي عليك انك تكون في عصابة سواء كنت عضو او قائد لهذه العصابة وكون في عصابة في اي يوم من هذا الاسبوع وبكذا رح تضمن الخمسة السبايك الذهبية بلاش ورح تجيك في الفترة القادمة في نهاية المقالة روكستار قالت انها حلت جميع المشاكل اللي واجهت اللاعبين في اليومين اللي راحت بعدها حبت تنبه على حقين الكلتش التدبيل وكلتش الفلوس وقالت انها فعليا قفلت الكلتش المنتشر واللي اتكلمنا عنه سابقا ورجعت وأكدت انه اي شخص سوى هذا الكلتش رح يواجه عقوبته ورح تجيه تدريجيا طيب يا لهبيين شاركوني في خانة التعليقات سأراءكم عن هذا التحديث هل عجبكم او لا وهل اخذتوا اشياءكم المجانية او ما كنتوا تعرفوا انها موجودة طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة ولا تنسون تاخذون اشياءكم المجانية اللهبية يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا